بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أحد الأخوة وهو يعمل موظفا في دائرة حكومية في بغداد يقول في يومنا الأيام تغير رئيس القسم الذي كان طيبا وخدوما لنا جميعا ومتعاونا وجاءوا برئيس قسم آخر كان شديدا وقاسيا جدا وفرض علينا قوانين لا تمتوا للمؤسسة بصلة ولكن من باب العنجهية والكبرياء ويريد أن يظهر لنا جميعا بأني أنا المسؤول الأول والأخير أتعامل معكم كيفما أريد وكيفما أشاء والمشكلة بأن هذا المسؤول لديه في ظهره مجموعة من السياسيين وإلى غير ذلك يقومون بمساندته وبقائه في المنصب وصراحة في بعض الأحيان نتيجة أن هذه القوانين قاسية جدا خرقنا بعض هذه القوانين فجاءت العقوبات فورا وأول ما يكتب في العقوبة هو قطع الراتب وتعلمون جيدا بأن الظروف والأحوال متدهورة في العراق وراتب الموظف يعني لا يكفيه أبدا كيفما قلبه وقلبه هنا توجهت إلى أهل بيت النبوة ذهبت إلى مولاي الإمام الكاظم عليه السلام وقمت بزيارته ووجدت أحد العلماء جالسين هناك فبدأت وتكلم معه حول هذا الموضوع فقال لي عليك أن تلتزم بهذه السجدة بعد كل صلاة فريضة وتقول بعدد عمري السيدة الزهراء عليها السلام بعدد سنوات عمرها ثمنطعش مرة يا حي ثم تطلب حاجتك الله سبحانه وتعالى يخلصكم من هذا الظالم ويفتح لكم أبواب الخير يقول صراحة أخبرت الأخوة هناك يعني الزملاء وزميلات في العمال أخبرتهم بالأمر وصراحة بدأت أنا أثابر بعد كل صلاة فريضة أسجد وأقول يا حي ثمنطعش مرة على عدد سنوات عمر الزهراء سلام الله عليها ما مر إلا شهر واحد وإذا بكتاب لا نعرف من أين أته بنقل هذا رئيس القسم الظالم فورا فورا ويسلم جميع يعني ما لديه وفي ذمته إلى رئيس قسمنا السابق الذي نقل إلى مكان بعيد جاء الكتاب فورا وهذه الدنيا سبحان الله كل يوم في شأن رجع إلينا رئيس قسمنا القديم وألغيت جميع هذه القوانين وبحمد الله عز وجل رجعت هذه المرونة في العمال رجعت المودة والألفة والمراعات وإلى غير ذلك وهذا كله بفضل هذه السجدة المباركة تقول ثمنطعش مرة يا حي ثم تطلب حاجتك وهذه السجدة تصنع المعجزات برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر